تحديات كبيرة يعكسها مشروع الموازنة العامة المصرية للسنة المالية المقبلة الذي يناقشه البرلمان المصري من بينها ملف الديون الذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة باقتراب الدين الخارجي من 146 مليار دولار معدلات لا تزال آمنة كما يقول وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فلما تحط الرقم اللي كبر اللي هو 46 مليار بالنسبة للنتج المحلي فيعتبر لغاية دلوقتي يعني في الأمان المشكلة في إيه؟ المشكلة أن أنت مش عارف القادم ده المشكلة بتاعة أوكرانيا وروسيا دي هتخلص إمتى؟ يعني أنت بتكلم في حاجة مجهولة بالنسبة لنا تأثيراتها كبيرة على العالم كله وعليه نحن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن عن ارتفاع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 14.9% متأثرا بغلاء طال كل السلع والخدمات في مصر ويتوقع استمراره بعد رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه مرة أخرى خلال اجتماع مرتقب للجنة السياسات النقدية ما يتعلق بالتضخم أتصر أنه هيستمد في الاتفاعات أخزا في الأعتبادلين نحن بنستوي الجزء من التضخم من الخلق وفقا حتى لتصريح حرصة دي اسمان جزي للوظائق أنه نحن عندنا 35% من احتاجاتنا الأساسية بيتم يسردها من الخلق أمح وزيت وغير وبالتالي نحن بنستوي التضخم من الخلق فده هيظل بيأصد على الوضع الاقتصاد المصري هيأصد على المواطن في الشارع المصري باتت الظروف الاقتصادية أكثر ضغطا على الناس الذين يشتكون من عدم إحكام الرقابة على الأسواق وينتقدون الاستمرار في سياسة الاستدانة لسد عجز الموازنة المتجاوز 30 مليار دولار وفق مشروع الموازنة الجديد بعالج السلف بسلف بسدد كروت بكروت يعني دي حاجة وجهة نظر مستليم وبعضين فنفس الوقت أنا بصراحة يعني أنا لحد الوقت مش عارف الكروت دي راحت فين اللي عنده عائلين دلوقتي مش عارف يصرف عليه عائلين يعني الناس تقطع الخلف عشان ترايح الحكومة وترايح التبجار وترايح الناس كلها تقول الحكومة المصرية إنها تسعى لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 84% خلال الثلاث سنوات المقبلة لكنها في الوقت ذاته تقترب من الحصول على قرد جديد من صندوق النقد الدولي فضلا عن خطط بطرح سندات تتجاوز قيمتها السبعين مليار دولار أزمة ربما تكون الأسوأ على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية كما يقول خبراء بأرقام قياسية على مستوى عجز الموازنة وحجم الدين العام وكلفة فوائده ونسب الفقر والتضخم واقع فاقمته أزمات ومتغيرات دولية أحدثها الحرب الروسية على أوكرانيا ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة محمد محيد الدين الحرة القاهرة ترجمة نانسي قنقر